هاشميات سنتحدث عنه الآن قال في حبه لآل البيت وذكر مناقبهم ومحاسنهم هذا البيت الشعري بل هوايا الذي أجن وأبدي لبني هاشم فروع الأنامي يريد أن يقول أن بني هاشم هم دائما المرتبة الأولى لهم في كل شيء ومن ضمنها ستكون طبيعي الخلافة لماذا؟ لأنهم هم أصل الخير وأصل الصلاح فيجب أن تكون السلطة لهم أما في مضمون آخر تناوله في أشعاره ماذا قال؟ قال في أحقية علي بن أبي طالب وجماعة من آل البيت في الخلافة ماذا قال؟ قال فإن هي لم تصلح لحي سواهم فإن ذوي القربة أحقوا وأوجبوا هنا يريد أن يقول بأنه بعد وفاة تحديدا علي بن أبي طالب من الذي يجب أن يمسك بالخلافة؟ بالتأكيد أهل بيته هم الحسن والحسين وأهل البيت في عمومهم ويركز على ذلك بقوله بأن هذه ليس تعبير عن مشاعر وإنما هو حق لهم بين الحجة والبرهان لأنهم هم أقارب النبي عليه الصلاة والسلام فهم يجب أن تكون لهم الأحقية في الخلافة وذكر أيضا رفاء على مقتل الحسين كما تعلمون بأن الحسين قد قتل في معركة أو في المعركة الشهيرة التي حدثت نتيجة الفتنة على الخلافة فماذا قال في رفائه؟ قال ومن أكبر الأحداث كانت مصيبة علينا قتيل الأدعياء الملحب يريد أن يقول بأن هنا الحسين قد قتل ظلما وهو سيرثيه في قصيدته وسوف يقول للعالم كله بأنه قد قتل ظلما وبأنه هو صاحب الحق في الخلافة وقد أخذت منه غدرا بالمناسبة أيضا تحدث عن الحكام في العصر الأموي وذمهم ذما شديدا لماذا؟ لأن الحكم في العصر الأموي لم يأل إلى آل البيت وإنما آل للصحابة والتابعين فماذا قال في ذمهم؟ قال فتلك ملوك السوء قد طال ملكهم فحتام حتى ما العناء المطول يريد أن يقول أنه لابد من أن تنتزع الخلافة من هؤلاء الناس الذي في نظرهم ليسوا جماعة التي يحق لهم الخلافة وإنما يجب أن تعود لآل البيت فهو يقول عاجلا أم آجلا يجب أن تعود لهم كما لاحظنا مع بعض من خلال الأبيات التي ذكرناها بأن شاعرنا يركز على آل البيت ما هي الخصائص التي اجتملت عليها قصائده؟ كما تلاحظون أول شيء صدق العاطفة هو فعلا يحب آل البيت ويدعو دائما للحديث عنهم والتركيز عليهم وبأحقيتهم في الخلافة والدفاع عنهم في هذا الأمر هذا أولا ثانيا الوحدة الموضوعية المواضيع التي اجتملت عليها قصائده كله في باب واحدهم آل البيت وأحقيتهم في الخلافة لم يتناول ذكر أحداث أخرى أو أمور سياسية أخرى في أشعاره قصيدته فيها وحدة موضوعية واحدة تتحدث عن موضوع واحد أيضا تميزت القصائد الهاشميات بذكر المنطق باستخدام المنطق والحجة والبراهين لإثبات أحقية الخلفاء الراشدين أو أحقية آل البيت في الخلافة هذه بشكل عام هي أبرز الخصائص التي اتسمت بها الهاشميات وكما تلاحظون أيضا بأنها اتسمت بصفة أخرى قلة الصور الفنية هي تدخل في الموضوع مباشرة لا تريد أن تتحدث بتعابير فيها صور فنية واستمالة للعواطف لأنه ترع بأنه الحق واضح وبين فتتحدث عنه مباشرة هذه أبرز الخصائص التي تناولتها الهاشميات في حب آل البيت عليهم الصلاة والسلام في المرة القادمة سوف ندخل إلى عصر جديد وهو العصر العباسي الذي أعلن عن نهاية العصر الأموي وبداية عصر جديد له إيجابياته وله أيضا سلبياته تناولها الشعر في ذلك سنتحدث عنها إن شاء الله في المرات القادمة ترجمة نانسي قنقر